نشر بنك إسرائيل تقريراً كشف فيه عن تواصل ارتفاع سعر الفائدة في البلاد منذ شهر نيسان من عام 2021 حيث جرى رفع سعر الفائدة للمرة السابعة بنسبة نصف بالمئة ليصل ذلك إلى ثلاثة فارز 75% وهو أعلى مستوى يصل إليه سعر الفائدة في إسرائيل منذ الربع الأخير من عام 2008 إحنا تعودنا لفترة طويلة جداً إن الفائدة الأساسية في البنك كانت فائدة اللي هي صفرية منسميها أو هي قريبة جداً على السفر فهذا بقول إن القروض كانت رخيصة كتير كانت سهلة كتير والقرار إني أخذ قرد كان كتير سريع إحنا إسا بمرحلة اللي فيها القروض عم بتكلف غالي فإحنا لازم نبدأ نعيد حساباتنا إذا الترجيع الدفعات الشهرية كانت عندي في بداية السنة مبلغ معين اليوم عم بتكون أغلب كتير بالإضافة لغلاء المعيش اللي عم بيصير في عدة جوانب فهذا بقول إنه العائلات والأزواج والأفراد لازم يبدو يحسبوها بشكل مختلف بنفعش تصرفاتنا تكون نفس الشيء زي السنة الماضي أتطلع على مدخولي على الترجيعات الشهرية أحسب حساباتي بشكل صحيح وأكيد ما أتسرع إني أخذ قروض سريعة من غير دراسي ومن غير ما يكون فيه عندي حاجة أساسية لإلها ارتفاع سعر الفائدة بشكل مبالغ فيه على قروض الرهن العقاري والشقق السكنية تزيد الأعباء على المواطن العربي حيث تؤثر على مستوى المعيشة فيما تبلغ عوائق على مستوى الفرد أولا من الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع العربي نسبة الفائدة كتير عالية صارت أضعاف ما هي كانت عليه قبل سنتين أو سنة خارب كل فترة عم برفعوها هاي المرة السابعة يمكن الترتفع صارت تقريبا نسبة البرايم اللي هي 5.25 نسبة كتير عالية الفائدة عالية جدا على القروض البنكائية هذا بأثر أن الناس عم بتخاف تشتري أغلب الناس كمان اللي عندها بيوت صغيرة كانت تتفكر تبيع البيت وتشتري بيت أكبر طبعا لأنه يأخذوا مشكنة أكبر أو قرد بنكي جديد فصاروا يخافوا يعملوا هاي الحركة كمان لأنه بقول لك الفائدة عالية جدا فهذا رح يأثر كتير عليهم وأغلب البيوت الجديدة حتى الفوائد عاليات أسعار البيوت عاليات فهذا أسر كتير أنه انخفاض حاد رح يكون عندنا بالفترة القادمة بشراء البيوت وبأخذ القروض البنكائية طبعا في أعقاب غلاء الأسعار ورفع الفوائد البنكية والمحاولات المستمرة في كبح جماح الفرص التي من شأنها تحسن جودة المعيشة في المجتمع العربي أصبح من الصعب الإقبال على طلب الرهون العقارية الكبيرة وحتى الصغيرة وتأثيرها على الأزواج الشابة بسبب ما تفرضه المؤسسات الحكومية على المواطنين أصبحت كل الخطوات التي يمكن اتخاذها تهدد حياة المواطن العربي والمخاطرة بأمواله والعيش تحت وطأة القرارات الآخذة في التغيير من فترة إلى أخرى